سراج طبعا النتائج الفترة اللي فاتت أو في مطش المصري تحديدا كانت الموضوع صعب شوية وشوفنا الأداء مش هو أداء النادي الأهلي في الفترة هذا المباركة بتشير أن التركيز كله على مباراة الرجاء مباراة كبيرة وتعتبر من أكبر الدربيات العربية الرجاء فريق كبير وفريق بطولات من الفرق المصنفة دايما ودايما مطشطنا معاهم ما بتبقاش مطشط سهلة لكن الفرق الكبيرة دايما بتبهن في الأدوار الإقصائية فعلا سأخذ من محمد الأهل يعني جزء أنهم حتى على المستوى المعنوي فائقين معنوين بالغة الكورة يعني راجعين كومباك في الدوري بقى الثاني وراء الوداد ماشيين بشكل كويس مدير فني جديد بطموح جديد أو المجموعة في أفريقيا الميزان ده بيفرق يعني الميزان ده بيفرق وممكن جدا يكون لصالح النادي الأهلي هذا الميزان أن فريق جاي معنوات عالية جدا مع فريق النادي الأهلي عنده طموحات كبيرة جدا أنه طبعا يزبط وجوده في هذه البطولة وأنه هو الهدف الأساسي للبطولة وكمان يمحي الصورة الوحشة اللي يعني قدمك مباراة الدورة أمام النادي المصري شايف معنويا إزاي نشتغل في الجزئة دي قبل من التكلم طبعا فنيا بشكل أوسع أنا أعتقد أن الدوافع أصلا موجودة الأهلي بيدور على ثلاث بطولة على التوالي وحاجة ما بتحصلش كتير أن نتحق البطولة ثلاث مرات وربعات ففي الدفع أصلا موجودة كمان المباريات اللي من النوع ده لما بتكون قابل بتقابل فريق كبير قريب منك في المستوى فريق بطولات فريق مش مجهول خالص بالعكس وفرق من شمال أفريقيا فدايما الدوافع بتاعة الفوز واستعداد اللعب يكون واستعداد والاستنفار حالة الاستنفار بتبقى موجودة لا أعتقدش أنها بتحتاج شغل كتير كمان من المدير الفني أسبوعه كان قدامنا أسبوعه ودي فترة كويسة أن احنا نستعد ونذاكر الفرقة اللي قدامنا كويس وكمان لو كان فيه تحفوظات بدنية على الإرهاق أو فأسبوع مدة كافية جدا للفرقة تقدر توقف على رجلها بدنيا وزهنيا كمان كمان الفرقة الكبيرة شخصيتها بتبند دايما في الأدوار الإقصائية يعني المجموعات المهم منها هو الصعود أول تاني مش هو ده الموضوع الموضوع بعد كده في الأدوار الإقصائية انت شكلك هيبقى عامل ازاي ولازم مستوىك الحقيقي يبند من أول المطش اللي جاي إن شاء الله فكلنا سيقى إن شاء الله في رجالة الأهل إنها تقدم ودي كانت تجربة